في الفيديو السابق لقد قمنا بقذف جسم ما بالزاوية معينة وقد وجدنا المركبة الأفقية للقذيفة المنطلقة وقد استخدمنا المركبة العمودية لحساب زمن التحليق وقد استخدمنا زمن التحليق لحساب مقدار المدى الأفقي إن الذي أريد أن أفعله في هذا الفيديو إعادة حل جزء من هذه المسألة سوف أعيد إيجاد هذا الجزء من زمن التحليق وسوف أقوم بذلك بطريقة أكثر تعقيدا من الفيديو السابق ومع ذلك هذا الأسوب هو أكثر قوة وسوف ترى هذه القوة في الفيديو التالي في الفيديو السابق حسبنا زمن التحليق من نقطة البداية إلى نقطة التوقف على نفس المستوى بينما المركبة العمودية هنا للأعلى ولدينا نفس المقدار من السرعة عندما تكون للأسفل وقد استخدمنا ذلك الحساب تغير في السرعة وبعدها استخدمنا التغير في السرعة التسارع الثابت الناتج من الجاذبية الأرضية عند سقوط الحر لحساب زمن التحليق إنها معادلات رياضية بسيطة إن الذي أريد أن أقوم به الآن هو اشتقاق اشتقاق صيغة حيث أنها مفيدة ودائما نبدأ من الصفر وسوف نقوم بالاشتقاق هنا ولكن دعنا نبدأ بتذكير أنفسنا أن المركبة العمودية للسرعة قمنا بحسابها في الفيديو السابق وتساوي 5 متر لكل ثانية وبإعطائك السرعة العمودية يمكنك حساب زمن التحليق إذن السرعة العمودية في الاتجاه الرأسي يساوي 5 متر لكل ثانية ونحن أيضا نذكر وقد اتفقنا على التعامل مع المتجهات في بعد واحد إن هذه في الاتجاه العمودي وبالتالي تمثل بعدا واحدا الموجب يمثل للأعلى والسالب يمثل للأسفل عندما نتعامل مع الاتجاه العمودي عندما نتعامل مع الاتجاه الأفقي موجب يعني لليمين وسالب يعني لليسار هذا فقط ما اتفقنا عليه إذن كيف نجد زمن التحليق؟ يمكننا أن نذكر أنفسنا بأن الإزاحة وكل شيء نتحدث عنه الآن أي جسم يتحرك في اتجاه واحد الإزاحة تساوي معدل السرعة معدل السرعة ضرب الزمن معدل السرعة velocity الضرب الزمن delta t أو تغير في الزمن وما هو مقدار الـ velocity أي معدل السرعة average velocity معدل السرعة إنه يساوي السرعة الابتدائية زائد السرعة النهائية دعني أكتبها بطريقة أكثر وضوحا السرعة الابتدائية الزائد السرعة النهائية مقسوم على 2 إنه الوسط الرياضي للسرعة الابتدائية والسرعة النهائية أي معدل السرعة ولنظر بذلك بتغير في الزمن التغير في الزمن والآن ما مقدار السرعة النهائية هنا مقدار السرعة النهائية سوف أكتب هنا في اليمين السرعة النهائية وسرعة النهائية تساوي السرعة الابتدائية السرعة الابتدائية زائد التسارع زائد التسارع مضروب في الزمن المنقضي ضرب التسارع مضروب في الزمن المنقضي دلتا تي هذه المكتوبة هنا تساوي السرعة النهائية وهنا التسارع الآن دعنا نعود ذلك بالعودة إلى هنا وسوف نحصل على السرعة الابتدائية السرعة الابتدائية إن معدل السرعة يساوي السرعة الابتدائية زائد السرعة النهائية والسرعة النهائية هي هنا فوق إذا إنها السرعة الابتدائية زائد التسارع ضرب الزمن المنقضي دلتتي كل ذلك مقسوم على اثنان سأغير اللون كل ذلك مقسوم على اثنان وكل هذا مضروب بالزمن المنقضي دلتتي ومرة أخرى هذه هي الإزاحة الكلية إذن هذا المقدار نحو اليمين يساوي اثنان ضرب السرعة الابتدائية هذه تساوي اثنان ضرب السرعة الابتدائية أي ببساطة سوف تساوي 2 VI أي اثنان ضرب السرعة الابتدائية وهذه السيغة نحو اليمين سوف تبسط إذن اثنان مقسوم على اثنان والسرعة الابتدائية السرعة الابتدائية سوف أكتبها هنا vi ثم الضرب بتغير في الزمن delta t إذن السرعة الابتدائية زائد التسارع ضرب delta t وذلك مقسوم على اثنان وكل ذلك مضروب بتغير في الزمن delta t وهذا يساوي قيمة الإزاحة ولقد قمت بهذا ولا يجب عليك أن تقوم باشتقاقها كل مرة ولكن يجب عليك أن تعرف أن هذه الصيغة جاءت من المبادئ الأساسية ويجب عليك اشتقاقها ولكن يمكنك اكتابة الملقص إذا لم يتوافر لديك الوقت الكافي للاشتقاق إذا ضربت هذه في تغير في الزمن فإن الإزاحة سوف تساوي السرعة الابتدائية ضرب التغير في الزمن زائد ضرب التغير في الزمن زائد التسارع زائد التسارع مقسوم على اثنان ضرب مربع delta t ضرب مربع تغير في الزمن إذن أتغير في الزمن ضرب التغير في الزمن يساوي مربع التغير في الزمن إذن delta t تربية إذن هذه الصيغة الفيزيائية المكتوبة هنا سأضعها في الصندوق هذه الصيغة هذه الصيغة أردت أن وضح لك أنها اشتقت من مفاهيم فيزيائية بسيطة جدا من الإزاحة تساوي السرعة ضرب التغير في الزمن ما هي متوسط السرعة وما مقدار السرعة النهائية وهذه السرعة الابتدائية زائد التسارع وسوف نحصل على هذه المعادلة إذن أنا فعلت ذلك لحساب زمن التحليق وسوف نفعل هذا لهذه المسألة ونحن نعلم أن السرعة الابتدائية هذه هي المركبة العمودية ونحن مهتمون بالمركبة العمودية ونحن نعلم أن التسارع هذا هو تسارع الجاذبية الأرضية وفي هذا الوضع نريد أن نعلم مقدار الإزاحة إنها بديهية لذا أمل أن تفهموها عندما تصبح الإزاحة تساوي السفر فإن الإزاحة تساوي السفر تحدث مرتين سوف يكون زمن عند الإنطلاق يساوي السفر عندها الإزاحة سوف تساوي السفر وبعد مرور وقت من انطلاقها سوف تعود لسطح الأرض ومرة أخرى الإزاحة سوف تصبح سفر على سطح الأرض وإذا قلنا الإزاحة سوف تساوي السفر سوف نحصل على إجابتين هنا واحدة منها عندما يكون الزمن لا يساوي سفر وواحدة من المحتمل عند السفر وعندما يكون لدينا الزمن لا يساوي سفر وهذا ما نبحث عن الزمن الثاني الزمن الذي تضرب عنده القضيفة سطح الأرض ولنقوم بحل ذلك إذن لدينا الإزاحة تساوي السفر السرعة الابتدائية والتي يساوي 5 متر لكل ثانية إذن الإزاحة تساوي السفر وهذا يساوي 5 متر لكل ثانية ضرب التغير في الزمن دلتا ت زائد ما مقدار التسارع التسارع نحن متفقين أن الحركة للأسفل سوف تكون سالبة إذن التسارع سالب 9.18 متر لكل ثانية تربيع مقسوم على 2 وسوف أحصل على سالب دعني أعيد كتابتها هنا لن أكتب الوحدات بهدف التبسيط سالب 9.8 بالعشرة متر لكل مربع ثانية على 2 ضرب دلتا ت ضرب مربع تغير في الزمن ونحن محظون لأن هذه معادلة بسيطة يمكننا إخراج العامل المشترك وغير مضطرون لحل معادلة تربعية بإخراج العامل المشترك نحصل على 0 يساوي دلتا تي وهو العامل المشترك ضرب 5 ناقص 4.9 بالعشرة هذا ما تساويه 9.8 بالعشرة على 2 ضرب دلتا تي إذن يوجد حلان هنا عندما دلتا تي تساوي 0 إما أن هذه دلتا تي تساوي 0 هذه نقطة البداية وهذا زمن المهتمون به حيث لا زمن قد مر أو أن كل هذه سوف تساوي 0 فإذا كان حاصل ضرب شيئين يساوي 0 فإن أحدهما أو كلهما يساوي 0 إذن لدينا 5 ناقص 4.9 بالعشرة دلتا تي دلتا تي تساوي 0 يمكننا نقل 4.9 بالعشرة دلتا تي إذن 5 تساوي 4.9 ضرب دلتا تي وإذا قسمنا طرفي المعادلة على 4.9 بالعشرة سوف نحصل على دلتا تي دلتا تي تساوي 5 على 4.9 وسأستخدم الألة الحاسبة سوف نحصل على 5 تقسيم 4.9 سوف نحصل على 1.02 ثانية ومرة أخرى نحصل على نفس الإجابة التي حصلنا عليها في الفيديو السابق وقد حصلنا عليها بطريقة أخرى مختلفة عن هذه طالما أن المنطق والحسابات صحيحة فإن هناك طرق مختلفة للحصول على الإجابة لكن يجب أن تكون نفس الإجابة